السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتنا ستيب باي ستيب لو أول مرة تشوفنا يريد تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول والنهاردة معدنا مع منهج الكونيكتو ومعدنا مع الدرس الرابع ودرس النهاردة بعنوان هاوي جرو يعني ايه هاوي جرو يعني ازاي احنا بنكبر أو كيف ننمو طبعا أول حاجة هناخدها زي ما تعودنا دايما هي الفوكاب بس قبل ما ناخد الفوكاب تعالوا يا حلوين نبص حوالينا ونفكر لما نشوف طائر أو لما نشوف عصفور جميل بيطير يا ترى العصفور الجميل ده قبل ما يطير أو قبل ما يبقى كبير كده يا ترى كان ايه في الاول وهو صغير كان طبعا بيضة وبعد كده البيضة جابت ايه جابت لنا بيبي بيرد طائر صغير وبعد كده الطائر الصغير بقى طائر كبير اللي احنا بنتكلم عنه ده حاجة اسمها حاجة اسمها ايه؟ اسمها او مراحل الحياة يعني قبل ما انا ابقى كبير يا ترى كنت ايه في الاول فزي ما قلنا على العصفورة كانت اول حاجة ايه؟ يعني كانت بيضة العصفورة الاول كانت طيب الايج دي او البيضة كان جوها ايه؟ كان جوها عصفور العصفور طلع وبقى يعني عصفور صغير طيب العصفور الصغير هيكبر هيكبر يبقى ايه يا حلوين؟ هيكبر يبقى يعني عصفور كبير يبقى العصفور الكبير ده في الاول كان وبعدين يا حلوين بقى وبعدين بقى وحب افكركم بحاجة قلناها في الدروس اللي فاتت اني الان بتيجي قبل الكلمة اللي بتبدأ بحرف متحرك زي ان ايج وزي ان ادالت انما الاي بتيجي قبل الكلمة اللي بدأ بحرف ساكن زي ابيبي بيرد يبقى الان ايج وبعدين الابابي بيرد وبعدين الان ادالت بيرد ودي اللايف ستيجز او مراحل الحياة للعصفورة اللي احنا شفناها على الشجرة طيب بعد كده يا حلوين هنروح لحاجة تاني الحاجة دي زي ما قلنا اسمها لايف ستيجز لايف ستيجز يعني مراحل الحياة طيب بالنسبة للكبار بقى بالنسبة لنا احنا اول حاجة بنبقى اي يا ترى بنبقى ابيبي ابيبي يعني بيبي صغير طيب البيبي الصغير ده بيحصل له ايه بيكبر طيب لما يكبر يبقى ايه يا حلوين لما يكبر يبقى اتشايلد اتشايلد يعني طفل يبقى ابيبي بعد كده اتشايلد اتشايلد زي ما قلنا يعني طفل طيب الطفل ده لما يكبر يبقى ايه يا حلوين يبقى an adult يعني شخص بالغ أو شخص كبير يبقى life stages بتاعتنا إحنا بتاعت أي إنسان بيبقى في الأول a baby وبعدين a child وبعدين an adult an adult يعني شخص كبير ممتازين يا حلوين هسألكم فيها بعدين بعد كده عندي كلمات متنوعة زي إيه؟ زي أفش أفش اللي هي إيه؟ ثمكة نقول أفش أفش بعد كده عندي a bird a bird يعني طائر يبقى a fish a bird إيه كمان؟ بعد كده يا حلوين عندي إيه؟ a camel a camel يعني جمل وكلهم طبعا أخدوا الاي لإنهم بدقين بحروف سكنة يبقى عندي أفش نقول مع بعض a fish a bird a bird a camel a camel ممتازين يا حلوين ونكمل an ant an ant an ant اللي هي النملة بعد كده عندي a snake a snake a snake اللي هو الثعبان بعد كده عندي إيه؟ بعد كده يا حلوين عندي a bee a bee a bee اللي هي النحلة نقولهم تاني بسرعة a fish a bird a camel an ant a snake a bee ممتازين جدا يا حلوين ريب بعد كده تعالوا مع بعض نشوف الكلمات أول حاجة عندي how 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 يعني كيفة person 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 اللي هو شخص شخص اللي هو أنا أو الإنسان أي شخص يعني ماما بابا جده تيتا كل ده بنقول عليه أشخاص يبقى شخص يعني person بعد كده عندي start 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 يعني يبدأ grow 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 يعني ينمو grow into grow into grow into يعني ينمو إلى يعني يكبر يبقى كذا زي ما قلنا baby bird وبعدين ايه؟ adult bird يبقى كده grow into يعني ينمو إلى نقولهم تاني بسرعة how يعني كيفة person شخص start يبدأ grow ينمو grow into يعني ينمو إلى أوكي؟ بعد كده يا حلوين هنروح لحاجة تاني اسمها إيه؟ اسمها study the following يا طرح هناخد إيه في study the following هناخد شوية معلومات جميلة جدا عن حاجات أخدناها في الدرس زي إيه مثلا يا حلوين؟ زي الفش اللي هي إيه؟ السمكة وإحنا قلنا a fish يعني سمكة طيب ما لها بقى الفش يا سيدي؟ قال لي a fish has no legs يعني الفش السمكة ملهاش رجلين a fish has no legs طيب أمول بتمشي أو بتسبح في المياه من خلال إيه؟ من خلال طبعا الزعانف والديل بتاعها لكن هي مش عندها رجلين يبقى يبقى a fish has no legs أوكي؟ طب إيه كمان؟ a bird has two legs إنما الطائر عنده إيه؟ عنده two legs يبقى a bird has two legs يبقى عندي السمكة ما عندهاش legs فنقول a fish has no legs والطائر أو ال bird عنده رجلين فنقول a bird has two legs إيه كمان؟ طيب تعالوا نشوف عندي إيه دا اسمه؟ أخدناها excellent اسمه camel camel يعني جمل طيب بيقول لي إيه على الكامل؟ لو أنتم ملاحظين إن الكامل عنده كام رجلين حلوين؟ very good عنده four legs أربعة فهو بيقول لي a camel has four legs الكامل عنده أربع رجلين الكامل عنده إيه؟ أربع رجلين طيب لو فكرنا في حاجة تانية وليكن على سبيل المثال ال ant اللي هي النملة أوكي؟ عندها كم رجل يا حلوين؟ تعالوا نعدهم one two three four five six لو أنتم ملاحظين هتلاقوا إنهم ست رجلين هنقول an ant has six legs an ant has six legs وقلنا طبعا إن هاز معناها يملك أو عنده وطبعا علشان كل اللي فات مفرد يعني الكامل والآنت والفش وكل الحاجات اللي إحنا أخدناها دي مفرد بتاخد إيه؟ بتاخد هاز بتاخد هاز يبقى أخدنا إن السمكة ما عندهاش رجلين والبيرد عنده رجلين اتنين والكامل عنده أربع رجلين إنما ال ant عندها إيه؟ عندها six legs six legs اللي هما ست رجلين طيب نروح للجزء المهم جداً اللي هي how we grow إحنا إزاي بنكبر؟ إحنا كنا في الأول إيه؟ زي ما قلنا كنا في الأول صغيرين babies وبعدين كبرنا تعالوا نشوفوا الموضوع ده مع بعض بيقول لي إيه يا حلوين؟ بيقول لي a person a person يعني إيه a person أخدناها a person very good a person يعني الشخص أو الإنسان زي ما قلنا تيتا وماما وبابا دول كلهم اسموهم persons a person starts as a baby يعني الشخص بيبدأ كإيه؟ كبيبي صغير طيب وبعد كده بيحصلوا إيه يا حلوين؟ نشوف مع بعض the baby grows into a child والطفل الصغير ده بيفضل يأكل ويتغزة لحد ما يكبر ويبقى إيه؟ ويبقى a child يعني يبقى طفل زيكم كده جميل يبقى أول حاجة بيبقى baby بعد كده بيكبر بيبقى a child طب بعد ما يبقى a child بيبقى إيه يا حلوين؟ the child grows into an adult بعد كده أما تكبروا المرحلة الجاية بتبقوا إيه؟ an adult يعني أشخاص بالغين يعني أشخاص كبار يبقى life stages بتاعتنا أو how we grow إحنا الأول بنبدأ إيه؟ baby بعد كده child بعد كده إيه؟ بعد كده adult يعني ناس كبيرة ودي life stages بتاعتنا يا حلوين وبالlife stages دي نكون خلصنا الدرس الرابع وبإذن الله نتقابل في الاختبار الشامل على الدرس اليونت كلها مش الدرس الرابع بس وأشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظرونا ترجمة نانسي قنقر